تستخدم بذور اليقطينة التي تأتي إلى موائدنا من خلال جمع جميع المكونات المفيدة للتربة الموجودة فيها للأغراض الطبية منذ العصور القديمة هذه البذور التي توفر فوائد لا تصدق لأجسامنا عند استهلاكها بالكمية المناسبة مفيدة للعديد من الأمراض ما هي فوائد تناول بذور اليقطينة؟ متى وكم يجب أن تستهدعون نفحص معه يمكنك الاشتراك في قناتنا مجانا قبل الانتقال إلى المزايا نحن هنا مع فيديو إعلامي جديد كل يوم ما هي فوائد الاستهلاك المنتظم لبذور اليقطينة؟ بذور اليقطينة مصدر جيد للألياف الغذائية التي تساعد على هضم الطعام تحتوي حفنة من بذور اليقطينة على حوالي ثمانية جرامات من الألياف هذه النسبة كافية تماما لضمان تنفيذ أنشطة الجهاز الهضمي بطريقة جيدة بفضل محتواه العالي من الألياف يغذي البكتيريا المفيدة التي تعتبر مهمة لصحة الأمعاء بفضل المركبات النباتية التي يحتويها فهو يحمي جدار المعدة ويمنع الاختلالات الحمضية في المعدة بالإضافة إلى ذلك فإن بذور اليقطينة غنية جدا بأحماض أوميغا ثلاثة دهنية والتي لها وظائف مهمة مثل موازنة كمية السكر في الدم تأثير خفض نسبة السكر في الدم لهذا الغذاء يرجع إلى مركب نباتي حمض الكلوروجينة في الوقت نفسه ينتفخ اللب في المعدة مما يطيل من وقت الهضم حفنة من بذور اليقطينة تلبي 60% من احتياجات البوتاسيوم اليومية هذه النسبة مهمة جدا للوقاية من مرض السكري الفوسفور في محتواه فعال في فصل الأحماض الأمينية عن بروتينات التي تسبب تحمل البلوك من ناحية أخرى تساعد روابط بذور اليقطينة وأوميغا ثلاثة وأوميغا ستة والزيوت عالية الجودة على تقليل تكوين البلاك في الأوعية مضادات الأكسدة التي يحتويها رائعة لتعزيز صحة القلب على وجه الخصوص مركبات الفليفونويد المضادة للأكسدة وهي مكون نباتي موجود في اللحاء الداخلي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك من خلال مساهمته في كل من الجهاز الهضمي وسكر الدم فإنه يسهل التحكم في الوزن عندما يتم ضبط الكمية بشكل صحي يستغرق الهضم الكامل حوالي خمس ساعات بعد تناول حفنة من بذور اليقطين خلال هذا الوقت يتم هضمه ببطء شديد ويتم إطلاقه في الدم وبهذه الطريقة لا يسمح لسكر الدم بالارتفاع فجأة ويضمن تكوين دهون عالية طوال اليوم من ناحية أخرى يوجد الزنك وفيتامين باء ستة اللذان يلعبان دورا حيويا للوظائف الإدراكية بكمية غنية جدا في بذور عباد الشمس كما أنه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يلعب دورا مهما في أنشطة الجهاز العصبي هذه المركبة ضرورية لتكوين الميلين مما يزيد من كفاءة وسرعة الإشارات الكهربائية ويضمن جودة الجهاز العصبي من ناحية أخرى فإن هذه البذرة التي تقوي جهاز المناعة بفيتامين ها ومكوناتها المتعددة تقلل من إصابة بالأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد في نفس الوقت وهو مفيد جدا لنسيج العظام الذي يحتوي على الكالسيوم بالإضافة إلى ذلك يلعب المغنيسيوم والبوتاسيوم دورا مهما للغاية في تنظيم كمية الكالسيوم التي تدخل الجسم وتخرج منه يؤدي وجود كمية كافية من الكالسيوم في الجسم إلى تقلصات العضلات ويحمي صحة العظام ويسمح لأنسجة الجسم بالراحة فهل هناك ضرر من تناول بذور اليقطينة بادئ ذي بدء يمكن لبذور اليقطينة وهي غنية جدا بمكونات النبات واللب أن تؤثر سلبا على أنشطة الجهاز الهضمي عند تناولها بكمية زائدة بالإضافة إلى ذلك تباع أنواع كثيرة من بذور عباد الشمس في الأسواق بذور اليقطينة التي تعرضت للحرارة وقليها وإضافة الملح ليست مفيدة ولكنها ضارة ولا ينصح باستهلاك من ناحية أخرى تسبب بذور اليقطينة انخفاضا في معدل السكر في الدم لهذا السبب يجب على الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية التي تخفض نسبة السكر في الدم استشارة الطبيب قبل تناول بذور اليقطينة كم يجب أن تستهلك بذور اليقطينة؟ يوصي الخبراء بتناول أكثر أشكال بذور اليقطينة طبيعية 2 إلى 3 أيام في الأسبوع أو نصف حفنة في اليوم في ضوء هذه المعلومات يمكنك إضافة بذور اليقطينة إلى برنامج التغذية الخاص بك ولا استفادة من فوائدها طويلة المدى إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا فلا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد ابقوا على ما يراموا ابقوا على اطلاع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر